من هالألام تكون بأسرع وقت ممكن متفائل ان شاء الله عطول كلنا لازم تكون متفائلين هل من مساعي؟ نعم هل من مساعي؟ طبيعي المساعي غبطه الأفكار تبع دولة رئيس مجلس النواب كلها هاي دي فتحت مثل كوة إذا فتحت بحيط ملان خلافات سياسية حادي فإن شاء الله متفائل ويجب على كل اللبنانيين أن يكونوا متفائلين هل محبت بحق وأمني التفايل والوضع الأمني؟ لحظت شغلي أنه عندما يكون هناك من أمل أو من تفاعل عند اللبنانيين الوضع الأمني بيكون جيد جدا نوعا إلى حد ما بتخف هالضغوطات الأمنية أو التفلط المجتمعي هذا المقصود بالتفلط الأمنية التفلط المجتمعي لأن التفلط المجتمعي يعني اللي حصل يتخانعوا على جلون زيت مثلا هذا هو التفلط المجتمعي اللي بينخاف منه أنا أمريض بشغل من أكثر من فترة المجتمعي حدثت أكثر من ناسة هل هناك هل يستطيعوا ذلك داخلية لبنان أن يؤكد أن هناك فيه عناصر داعشية داخل حرارة لبنانيين؟ أؤكد لا أنا ما أكدت أن هناك عناصر داعشية أو إرهابية خلينا نقول بالمفهوم العام في لبنان أنا قلت إذا كان هناك نقاط ضعف بأي منظومة المنظومة الاقتصادية هل يبدأت أن نعكس على الأمن؟ من ننخاف أكيد من ننخاف من وجود عناصر إرهابية بدأت دخول لبنان يعني بطريقة غير شرعية إذا من ننأكدها لتعمل عمل معين هذا واضح بس نحن كأجهزة أمنية وكجيش لبناني نحن جاهزين لأي محاولة للدخول الوضع أنا أأكد لك هلأ تحت السيطرة الأمنية هناك عمل أمن استباقي من كافة الأجهزة الأمنية بمستوى مميز لمنع هذه التفلتين مع الوزيدة قد تقصد لو سرحت بين الأمن المتفلد من كامل خلافة الأمنية والأمنية والأمنية والخلايا النائمة هل أكد خلايا نائمة لك أنا ما في أكد أنه في خلايا نائمة بس بقلك أنا بدي أخذ الأسوأ أنا إذا أريد أن تسألني إذا يجب الفصل بين التفلت المجتمعي والخلايا النائمة يا محل الخلايا النائمة لأن أنا ضغطهم وأكيد في مجال نوقفهم عن حدهم في حال بدهم يعملوا أو حاولوا يعملوا أي شغلة هلأ الخلايا النائمة البعض تكون مكشوفة والبعض ما فينا نكشفها إلا وقت يبلشوا بعمل إرهابي معين بينما التفلت المجتمعي هذا الخوف منه هذا المقصود بالتفلت المجتمعي هون بينخاف لأن أي عمل يقوم به هل يريد أن يعمل تفلت المجتمعي عمل فجائي وهذا الخوف منه العمل الإرهابي بأي منهن كان ما في خوف منه ماذا عن جموزية لزارة الداخلية مخصوصة باتخابات الفرعية ماذا عن جموزية دائما جاهزين وعم نعمل لنصير جاهزين بس في عنا مثل عائق واحد أنه وزير المالية مضى الاعتماد الاعتماد مرسوم إحالة الاعتماد الاعتماد طبع ثماني مليار حوالي ثماني مليار للانتخابات الفرعية بعد ما وصل على مدرية الشؤون السياسية واللاجئين اللي هلأ بعد ما وصل أول ما يوصل هنكفي العمل أساساً نبلشين فيه وحنكفي فيه طبيعي فضل أزمة مجاعة في لبنان ينتج عنها أزمة أمنية أزمة مجاعة لك الجوع كافر بدون شك يعني بس أزمة مجاعة بلبنان بنفسية الشعب اللبناني الطيبة ما هيسير فيه جوع هيسير فيه أزمة إيه؟ طبيعية أزمة اقتصادية طبيعية بس بلبنان يعني يعني أنت ما هتخلي اللي قاعد حدك يجوع والعكس صحيح الله سمح الله أنا بتطمن اللبناني نفس اللبناني نفسية اللبناني طبيعة اللبناني أخلاء اللبناني مستوى اللبناني ما هيخلي حدا أو صاحبه أو خيه أو ابن عمه أو صديقه يجوع شكراً شكراً تنعاد عليكم جميعاً